بس فجأت صراحة لما سأل أنه يعني في غياب جدي للمقتدرين اللي بيقدر يدعموا هذه الحملة ومن وجباتهم يدعموا هذه الحملة حتى لو كانوا عم بيقوموا بوجباتهم تجاه جمعيات أو أماكن أخرى أو مؤسسات أخرى الحقيقة ما بدي يدخل بالأسماء بس من الأرقام اللي شفتها الحقيقة كلهم يعني ناس قاموا بواجبهم ولكن بالتأكيد المقتدرين إما أنه بدون يقوموا بواجبهم ولازم يقوموا فيه خارج هذه الحملة ويمكن بدون الحضور لدار الإفلاق حتى ما ظلمهم ولكن كان من الممكن ترجيع هذه الحملة بطريقة علنية ومختلفة من كل اللي قادرين ومن كل اللي الله عطيهم ومقدرهم على أنه يعملوا الخير وهن ما بينقصهم بنفسيتهم الخير أكيد هذا تأليد وتراث بيروتي أديم يتوارثون من جيل لجيل خاصة الجمعيات الأساسية المنتسبة إلى الحملة هون من دار الأيتام إلى دار العجزي إلى مؤسسات دكتور محمد خالد إلى غيرها من هذه المؤسسات الحمد لله على كل حال اضطرقت للأشخاص اللي ما أجوا لهون بس ممكن بعض الناس اللي عم تحضر هلأ وشوفوا وجوه سياسية حضرت إلى دار الفتوى يمكن شبهها لوقت الانتخابات يعني هلأ عم نتبرع وممكن كثير ناس ووصلنا هيدا التعليق صراحة أنه عم يتبرعوننا من المصاري طبعنا شو ردك على هذا؟ لا هذا كلام يعني كلام هذا ما حدا بيعمل عمل خير بنفسية يعني سيئة مثل اللي تفضلتي فيها هذا عمل خير للعائلات الأكثر فقران وهذه شهادة أمام ربنا جل جلاله وبالتالي هذا كلام جزء من الأمراض المصابة في البلد هذه الهيام يمكن بيدفعوا على إشياء تاني بس أكيد على عمل الخير ما بيدخل هذا المنطق ولا هذا الكلام أستاذ نوحة بدنا نعرف أولا عن أو بدنا رد على خطاب الرئيس حسان دياب أمس رد أيضا الرئيس سعد الحريري بهذا الإطار في وضع متشنج سياسيا وفي حرب الردود صارت واضحة بين كل الأطراف في ضرورة لحرب الردود واضح بالصراحة رئيس دياب من لحظة اللي كلف وشكل الحكومي عم يتصرف على طريقة اللي بيسوق السيارة وبيطلع لورا وبالتالي شي طبيعي إنه يفوت بالحيط بقدم للناس اللي بدون يقدموه اللي كلفوه وهو مزيد الماضي هو وصلنا لهون عفوا الماضي هو وصلنا لهون ما عم بقول لا أنا أولا أولا بدك تعالج الحالي وبعدين ترجع بتعمل المحاسبة اللي بدك تعمله أنا مني يعني مني شاطر بالأرقام بس الأرقام أكيد برد علي حاكم البنك المركزي وإذا فيه شركة دولية هذا قرار يعني خير وبركي ولكن بدون أحقاد وبدون تشفي وبدون يعني التصرف وكأنه المجرمين ضايعين ما عارفين من هني لا المجرمين واضحين والانقلاب اللي عم بيحكي عليه والإدانات اللي عم بيحكي عليه هايدي مش جاي عليه ما فيه مؤامرة على الحكومة فيه مؤامرة فيه مؤامرة من غير الحكومة فيه مؤامرة من كل القوى اللي اجتمعها وعم بتغير وجه البلد وتعتقد أنها بتنجح رحكون أصرح معك لما منشد حزب الله بيعمله غنية للدكتور دياب لازم يكون متأكد أن المؤامرة مش عليه المؤامرة نحنا يعني متمنى أنه هو ما يكون جزء منها لأنه هايدي مؤامرة على النظام مؤامرة على الديمقراطية ومؤامرة على الحريات بما أنه من دار الفتوح رحقول كلام أوضح هايدي مؤامرة على السنية السياسية وعلى أهل السنية لأنه أي كلام آخر بيكون دياب ما عنده خبر شو عم بيصير بالبلد ولا أنه فيه خمسة وستين مؤسسة سيرفة ما عنده ترخيص عم تشتغل بعناوين محددة والقضاء ما بيتحرك في خمس تلاف مليار ليرة ظهروا من البنك المركزي سنة الالفين وتسعة عشر قابل سبعة عشر تشرين اختفوا من السوق مش معروف وينهم يمتوا ان كانت تلاتة فاصل اثنين مليار دولار بس بدي أرجع أقول هايدي المؤامرة نحنا قادريني نوجهها وبصراحة أكتر وأكتر نحنا أدى وقدود هو بس يظهر منها لأنه لا أدى ولا بيعرف فيها إن شاء الله ما يكون جزء منها نحنا عنا تحالفاتنا سواء مع وليد بيك أو مع الدكتور جعجع ولو على تمهل نحنا قادرين نواجه وقدرين نعمل كل شي برجع الأمور إلى نصابة وهذه تجربة عملت أيام الرئيس الحريري قبل ما يستشهد وفشلت والآن ستفشل إذا كان بدون يتذكروا خلي يتذكروا أنه سنة 2009 وقت اللي أقيل الرئيس الحريري سعد الحريري كانت نسبة النمو 7.8% وكانت ديون البنك المركزي على الدولة هي 5000 مليار ليرة الآن 45 مليار لـ 50 مليار دولار ديون البنك المركزي على الدولة مين صرفهم هون هؤلاء اللي صرفون هني كل الحكومات المتعاطبة بعد حكومة الرئيس الحريري وحتى الآن وبالتالي وبالتالي هذا الكلام برجع أقول وأسف أني يعني عم استعمل تعبير ما إلي عادي استعملها لا نحن ما أدى وقدود ما حدا بيطلع له لا هو ولا معلم الصغير أنه يفوت فينا بهذه الطريقة العمية اللي على طريقة خياد السيارة إلى الخلف الناس الآن معي وزير مشغولي بجوعها ومشغولي بحاجاتها ومشغولي بتدبير إمكانياتها حكيهم عن المستقبل أمنهم لحد الأدنى أعمل ضوابط غير علنية كيف يعني رئيس حكومي بدين بشكل علني موظف عام أيا كانت رضبته هاي دي مخالفي لموقعه ولصلاحياته ولتوازناته وسيبدو هاي دي التوازنات على عشري بلاش في إدارة رئيس الحرب يعني بتشوف أنه الرئيس دياب محمي من العهد ومن حزب الله وعين الرئيس بري في هذا الإطار أولا في حكيم واحد بالبلد الآن عنده حكمي وعي وعنده تصور وعنده توازن عم بيقدر يهد الجنون هذا اللي صاير هو الرئيس بري الحمد لله لأنه موجود هل هو وافق كل ما وردت في بيان الرئيس الحريري في الرد على تصريح الرئيس حسان دياب يعني بطبيعة الحال يعني أنا يعني عم جرّب كون أوضح بس لأنه الناس ما بقى تمشي وراء يعني العنوين العامي الأفضل أنه تقل الكلام بشكل مباشر وعلى كل حتى الحزب تقدم الشراكي جاوب وإن شاء الله هذه الجبهة بتقوى وتقوى وتقوى وبتنتصر على هذا الانقلاب وبدأ يرجع كرير نحن أدى وقدود تجربنا قبل وقدرنا وهالمرة حمال لكن في تخوف اليوم من أنه ينزل شارع دو الشارع لا الحقيقة ما في شوارع في فقر وحاجة وبطون خاوية هاي دي اللي بدأ تنزل وقعد سدي أن الأحزاب هي اللي عم تنزل الناس سبق أو قلت أنا من هذا المنبر بالذات أنه ولو كنت أنا واحد من المدانين فهذه الثورة هي أشرف ثورة عارفها لبنان منذ تأسيسه وبرجع بقول رغم أني أنا كنت وزير بحكومتين ولكن هاي دي ثورة البطون الخاوي هاي دي ما حدا لا أحزاب ولا حدا بيحركها ومهمة الحكومة أنه تأمن الحد الأدنى من بعد بكرة مش من بعد سنتين لأنه هني أعجز بكتير أنه يأمنوا أي مخطط لسنوات مثل ما بين بكل الارتباك والتخبط بمرينا شكرا